السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوقات لما نجي نتعامل مع البيانات لما نجي نضغط على الآد هنا ونغير بالبيانات أحنا فنتعامل مرات مع الـ API بشكل مباشر يعني هنا لما أجي أعمل الرفرش رح يرجو علي القيم الأصلية صح؟ فلما أضغط آد مثلا أنا أريد فعلا لما أعمل آد أريد أن يتغير بالداتابيس حلو؟ أحنا نعرف كل الزين أنه لما نتعامل مع الـ View.js قد تكون الداتابيس قد تكون الداتابيس على طرف الآخر يعني يكون على السيرفر فأحنا هنا هنا لما نجي نضغط على الـ Increase Salary فهذا الجواب يروح للداتابيس يعدل عليها وينطينا النتيجة تمام؟ هاي الحالة نعالجه أحنا بكثير من لغات البرمجة بطريقة الـ Async Await صح؟ أحنا نستخدم الـ Async Await في الجافا سكريبت على سبيل مثال حتى شنو؟ حتى لما نجي نعمل تعديل ننتظر التعديلات أنه تم تنفيذها على طرف السيرفر وننتظر الرد أيضا من طرف السيرفر هنا بالـ Mutation ممكن أنا أزيد على سبيل مثال السلري اللي موجودة هنا ولحظيا يزداد لاحظ؟ لحظيا نفس اللحظة دي يزداد بس السيرفر قد يكون ما عمل تعديلها صح؟ صح؟ يعني ممكن أن السيرفر تأخر نحن نعرف لما نجي هذه المعلومات لما نريد نعمل Add ونريد نفس الوقت في الـ Database يصير تعديلات هنا الـ Database رح تروح للـ Database يصير التعديلات وراه يرجع يعني ممكن أنه إحنا لما نجي هنا ننضيف أرقام فصار عندك 10200 حلو بس ممكن في هاي الثانية اللي هي تصار بها 10200 في الـ Database بعدها على القيمة القديمة أصلا فشلون نقدر نعمل تزامن Synchronization تزامن بين الـ Data لما أجي أغير يروح يغير في الـ Database بعدما يكمل يلا يغير القيمة اللي موجودة هنا يعني ينتظر لأحد ما يتعدل الـ Data وبعدين يعدل على الـ Data اللي موجودة أمام المستخدم بمعنى أنه هذا القيمة ما بتتغير إلا إذا تم التعديل على الـ Database ورجع الرد بنجاح بعدها يغيرها أمام المستخدم بالقيمة الجديدة فحتى نعمل محاكات للحالة مالتنا هنجي هنا أنا أنضيف مثلا طبعا تجد تعمل على نفس المثال السابق أو ممكن تضيف Button آخر ويكون هذا مثلا ساب طبعا فروم سلاري إنه يناقص من السلاري تمام؟ فرح يكون ساب بهذا الصورة هذا الفنكشن مفروض أنه إحنا نعرفه بـ الـ Methods فارزة ونقول لها ساب سلاري وإحنا بهذه الصورة راح يكون حلو طبعا أنا لما أجي على الـ Store لازم أعرف شنو Mutation فهذا المutation الأولاني أقدر نفسها أستخدمها Copy وأنزل للأسفل هنا راح أبدي شنو راح أبدي أنا قص أوكي بس إذا عملت هذا الشي المutation نفس اللحظة راح يغيرها لذلك ما ينفع أضيف في المutation يعني عفوا ما ينفع أنه أنا رأسا على سبيل المثال في الـ Employs رأسا أنا قص لأنني إذا استخدمت الـ Comet الـ Comet نفس اللحظة يغير دون انتظار الـ Database حلو فما ينفع أجعل الـ Employ أو الـ View أو الواجهة هاي مباشرة تتعامل مع المutation فهنا شي أساوي هنا أنا أجي أستعين ب شي آخر اللي هو اسمه Actions Actions طبعا لا ننسى هنا الفارزة نقطتين و- Enter خلي نقول إنه إحنا نريد نعمل Decrease نقلل ف D Decrease تمام إذا ك- Increase خلي نقول ولو غلط كاتب أتبقى لأني increase Decrease مثلا تمام فأني إذا أريد أقلل مفروض هنا أضع ناقص حلو بس مثل ما قلنا إذا أريد نعمل محاكات محاكات مع الـ API فهنا المفروض إنه شنسوي هذا الكود اللي هو رح ينفذ المهمة مالتنا المفروض إنه إحنا نعمل للـ Delay حتى شنو نعمل محاكات إنه هو راح للسيرفر ورجع عمل الـ Update مالتنا هذا راح يكون في الميوتاشن decrease salary state يعني هذا function يقلل السلري state return state names يبحث بالأسماء ويجي كل مرة الـ X يشوف السلري ويناقص 200 دولار الـ Action إشلون راح ينفذ الميوتاشن خلي نقول مثلا إحنا راح نجي على سبيل مثال نفس الفنكشن ونجي نعمل decrease salary إحنا إذا أريد أستخدم الـ Action ما راح أستخدم state لأن الـ Action ما ديغير بالـ state الـ Action ديغير في محتوى الفنكشن هذا لذلك يذكرون context تمام اللي راح يؤدي إلى خلي نجي نعمل Async Await محاكات للـ Async Await باستخدام الـ Set Time Out زين الـ Set Time Out دائما تلاحظون المطورين يستخدمون حتى يحاكون مرحلة الـ Async Await أو حتى يعملوا محاكات إنه البيانات راح تروح للسيرفر وترجع عن طريق الـ Timer فهنا نقدر نعمل الـ Function اللي هو Callback Function زين وهذا الـ Function ما راح يحتاج إلى اسم هذا مجرد بس النو ينفذ الـ Decrease Salary كيف راح ينفذ هذا المحتوى كله راح نمرره في داخل Decrease Salary عن طريق الـ Context فهنا راح شنقول نقول Context dot commit أوكي لاحظ هنا شكنا نعمل commit نفس الشي هنا الـ Action راح يعمل commit لل mutation وليس الـ Component لا الـ Action فالـ Action راح نستخدمه بالـ Employ فالـ Employ من راح ينادي على الـ Action الـ Action راح يعمل commit لل Mutation اللي هو Decrease Salary مثلا طبعا نعذروني هذا غلط كاتباني زين فهنا نجي الـ Content commit المن المن تريد تعمل commit يعني عملنا commit لل Increase Salary فنقدر هذا كله نغذر ونفهم هنا إنه إحنا نريد نعمل لل Decrease Salary إنه إحنا نريد نقلل فرح نعرف الـ Action في Employ فالـ Employ لما يضغط على Add أو Decrease خلينا نقول إحنا بحالتنا Decrease طبعا تجري تعمل للـ Add هم أيضا لما يجي يضغط على Decrease ف Decrease Salary راح أول شي الـ Action هو راح يكون مسؤول على تنفيذ Decrease واللي هو راح ينادي المutation حتى يتنفذ طبعا Time Out يحتاج أيضا توقيت تنطيلها يعني خلنا نطيلها ثلاثة ثانية يعني وراء ثلاثة ثوانية يلا يتعدل للبيانات هذا اللي إحنا نحتاجه بالـ Action بطرف الميثود فهنانا بما أنه إحنا ما راح النادي على المutation هنا لازم النادي على الـ Action فحتى النادي على الـ Action هو اللي راح يعمل Comet فما ينفع هنا راح يبقى كلمة Comet هنا كل راح يتحول إلى Dispatch بياذ الصيغة فالآله راح تكون لما أضغط على Sub from salary راح يتفعل Sub from salary and I'll copy Ctrl النادي إحنا كنا نريد الـ Sub salary أوكي الـ Sub salary من تنادي عليه راح يفعل الـ Action ليش لأن هنا هنالك تكاتب Dispatch هنا الـ Action ما تكشنه Decrease salary إذا لازم تذكر يا Action تريد لأن ممكن يكون أكثر من Action موجود هنا صح فهنالك لما تنادي على Decrease salary راح ينتظر ينتظر الرد من السيرفر أوكي يعني ستم أوت تراني واضعة بس حتى نعملك محاكات إنه وينتظر من الرد من السيرفر بالتعديلات وبعدين يجي يعمل التعديلات باستخدام المutation أوكي إذا جلنا هنا سنلاحظ إنه عدنا شيء اسم add وشيء اسم sub فالsub هنا 4000 3000 6000 6000 1000 لما أضغط على sub 1 2 3 لاحظ قلت ليست مثل الاد لحظية لاحظ sub 1 2 3 لاحظ تغيرت فينتظر الرد من الdatabase الdatabase ينفذها ويضع القيم الجديدة لما يرجع الرد هنا الaction رح ينفذ degrees salary هذا تفيدك وين تفيدك في مرحلة الasync await يعني إحنا نعرف الdata إذا تعاملنا مع الapi يفضل إنه لاحظ هنا لما أقول add أضيف قيم تمام بس ممكن يكون في الdatabase بعد ما يغير القيمة أصلا فهن هنا نستفاد من الaction إنه لما نجي نعمل مثلا sub 1 2 3 لاحظ تغير طبعا هنا نحن نطينا 3 second بس هو ممكن يكون أقل ممكن يكون أكثر يعني حسب نحن جاي هنا نعمل لك فقط محاكات للسيرفر لاحظ عرفنا button سمينا بالsub from salary نريد نقص من الراتب هذا اللي نرقص من الراتب عند function عرفنا هذا الfunction رح يعمل dispatch للdecrease salary الموجود في الaction الaction رح ينتظر الرد إنت تريد تعديلات رح ينتظر الرد من السيرفر السيرفر بعد ما يرد الaction يفعل منه المutation باستخدام الكومت هلو هالشكل اليوزر رح يعرف إنه التعديلات بتصير ولا مجرد فقط أمامه ده تصير تعديلات وبالسيرفر ما جاي يصير أي تعديلات أوكي فلهنا وصل لنهاية الدرس ونقول لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر